نظمت الكنائس الإنجلية بمحافظة الإسماعيلية ندوة تحت عنوان المشاركة واجب وطنية معا لمستقبل أفضل ركزت الندوة على أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم باعتباره واجبا وطنيا على كل المصريين ومن أجل دعم الدولة استحقاق الرئاسي الانتخابي ده حق وواجب وطني لكل مغاطن له حق الانتخاب والترشح وأن احنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين وخاصة وجودنا النهاردة في إحدى الصروح الدينية دي حاجة مهمة كدا لأن الصروح الدينية عموما سواء مسجد أو كميسة هي اللي بترسي أسس الإنسانية والرخاء داخل المجتمع ونصر واحدة احنا كمجتمع نميل للدين إلى حد ما فطبعا بيختلف اختلاف كبير بأن النصيحة أو المشاركة السياسية أو التوجيه بكده أو التوعية أو تصقيف السياسي للشباب أو السيدات أو الرجال الكبر السن وخلافه بتيجي من رجال الدين فبيكونوا أكثر استجابة من أي ندوات أخرى حس الناس على النزول والمشاركة بإيجابية في الانتخابات القادمة وده عرص انتخاب إن شاء الله هيتم وعايزين يفراج العالم كله مصر بتعمل إيه في الأزمات مصر دورها إيه مصر كلمتها إيه والمواطن المصري بيقول كلمته دايما في وقتها وهو ده وقت الكلام أنا بقى نشد الشعب المصري كله أن ينزل ويصطف خلف القيادة السياسية المصرية للمشاركة السياسية والوقوف جنب إلى جنب مع القيادة الموجودة الحالية القيادة استطاعت أنها تمر بمصر من منطقة الأزمة أو من الأزمات اللي بتمر بيها العالم كله بوجه نعم عدينا كبواك كثيرة وعدينا أزمات كثيرة بفضل هذه القيادة السياسية الموجودة ولذلك أقل شيء وأقل واجب أن يصطف الشعب المصري بالكامل خلف الرئيس عفتاح السيسي للوقوف جنبه في المشاركة السياسية والظهور بمظهر مشرف أمام العالم إحنا جينا نقول للعالم كله والشعب المصري كله انزل شارك وكن إيجابي بلدنا حلوة بلدنا بتندينا لازم نكون كلنا على قلب الرجل واحد عشان يبين لعالم كله مدى حبنا لمصر نودي نابع من حبنا الرئيس السيسي يستهل كل خير الإنجازات كبيرة جدا لا تعد ولا تحصى من أهم هذه الإنجازات نعمة الأمن اللي احنا بنعيش بها اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم من بات أمنا في سربه معافا في بدنه معه وقوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزفيرها من هذا المكان نوجه رسالة لكل مواطن مصري شعب الإسماعيلية من أرض الإسماعيلية بنقوله انزل شارك ترجمة نانسي قنقر